تم الاعلان عن الاعداد لعمل فيلم عن شخصية دوكتور دوم وهو شخصية من شخصيات مارفل في كومي كون 20 24 والحقيقة انا شخصيا ما عنديش اي خلفية عن الشخصية دي نهائي وذا مش نوع المحتوى اللي بقدمه خالص ولكن اللي خلاني يقدم الفيديو ده ليكم هو ان الممثل اللي هيقوم بعمل الشخصية دي هو روبر دوني جينيور واللي ما عرفوش المشهد ده هيعرفكم باشهر شخصية لي فيلم ايرون مان تم عرضه فيمايو سنة 2008 وانا افتكر ان السنة دي كانت تاني سنة اللي هي هنا في دولة الامارات العربية المتحدة وبصراحة انا مش اتابع للشخصيات مارفل نهائيا ولكن اللي شديني للشخصية ايرون مان ان الشخصية مش خيالية بمعنى انه بالتكنولوجيا ممكن تحقيق شيء زي كده واللي خلاني كمان اتشد اكتر للشخصية او الاكشن فيجر دي زي ما بيسموها بالانجليزي على معتقد انه اللي عمل للشخصية دي سحر ورونك هو الممثل روبر دوني جونيور مش الشخصية هي اللي عملته كممثل وهو اللي قدري يخلي الشخصية دي متميزة جدا ولكن في شيء تاني اقبر من كده بكتير هو اللي شديني للممثل ده اللي هو ان الممثل ده وهو في سنه صغير تم الابض عليه في جرم معين وتم مقاضاته ومعاقبته والملهم هنا انه بعد ما طلع من كل ده قدر انه يحول لفسه من مجرم سابق لواحد من انجح ممثلين هوليوود وكمان من اعلىهم في الاجر وهو تقريبا في بداية الاربعينات من عمره ودفحت بذاته شيء ملهم جدا بان اي شخص لو مصرع النجاح اكيد هيلاقيه بالعمل والاتقال بس اكيد طبعا قبل كل ده انا مؤمن شخصيا انه توفي من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي مستني الفيلم زيه على احر من الجمر يكتب لي في التعليقات واللي يعرف الشخصية يكتب في التعليقات برضو لان بصراحة انا ما عرفش هانا كتير زي ما قلت لكم في البداية واتمنى يكون عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ولو عجبكم الفيديو ياريت شاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك اذا تقرمتم وبشوفكم من المرة الجاية ان شاء الله ومع السعب اشتركوا في القناة